من جديد إذا مشاهدين الكرام نرحب بكم وأرحب معي في الستوديو بالخبير الاستراتيجي والأمني رئيس المركز الوطني للقيادة والتنمية الدكتور إبراهيم عيسى العبادي مساء الخير يا سيدي مساء الخير يعني دكتور إبراهيم من جديد نرحب بك في هذه التغذية الخاصة عبر استوديوهات التلفزيون الأردني نحن نتحدث حقيقة في اليوم السادس والعشرين عن مشهد تداخلت فيه السياسة بالوضع الأمني في مسارات ربما وفتح جبهات وصلت اليوم الجبهة الخامسة ربما مع دخول الطائرات المسيرة من قبل الحوثيين في اليمن هذا المشهد كيف تقرأ بالمجمل يعني تحياتي لك وتحياتي من خلال شاشتنا الوطنية تلفزيون الأردني يعني حقيقة منذ بداية الحرب كان واضح بقرارات حكومة الحرب الإسرائيلية باتخاذ قرارات حازمة واضح أنها تستخدم أسلوبا جديدا بتحديد هدف عسكري بالبداية للحملة العسكرية وهو كما تقول دائما أنها تذهب إلى تصفية حماس أو قادة حماس أيضا هي تذهب من خلال هذه الحملة وهذه الخطورة اللي نحن دائما نحكي عنها في الأردن أنه تذهب إلى أبعاد سياسية من خلال الحملة العسكرية على أهل القطاع ومنه إلى مناطق أخرى حتى داخل الضفة أو جبهات أخرى ممكن أن تنتقل إليها مساحة الحرب إذا بتلاحظ أخي منذ البداية كنا دائما نتحدث أن إسرائيل تستخدم إبادة جماعية أو مستوى حرب الإبادة الجماعية نعم تقريبا منذ يوم الجمعة الماضي إلى اليوم إسرائيل ارتفعت من مستوى الإبادة الجماعية أصبحت الآن تستخدم أسلوب أو مستوى التطهير العرقي بمؤشرين واضحين وهو حجم التدمير الذي نلاحظه الآن في غزة وما يصاحب الآن من حجم القتل ومجزر الجبالية بالأمس كانت أكبر دليل على ذلك وأيضا المؤشر الثاني غير التدمير والقتل هو دفع سكان شمال القطاع للتوجه باتجاه الجنوب ومنه إلى الحدود المصرية إذا ما أصبح لدينا هناك قنبلة سكانية فالآن حتى هذا اليوم المؤشر يؤكد ويشير بأن آلة الحرب الإسرائيلية مستمرة بالتطهير العرقي لأهل القطاع مستمرة بتنظر لمجتمع المدني وتنظر إلى أهل غزة لأنهم حاضنة لقيادات حماس وحاضنة لحماس فهي لا تفرق بين المدنيين يعني لا تلتزم بمعايير الحرب ولا تلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني ولا تلتزم حتى بمعايير النزاعات ما بين الجهات المتقاتلة وتضع بنفسها بأنها لديها الحق بالدفاع عن نفسها وهذا حصلت عليه بغطاء مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى وتمنح أو تحرم الطرف الآخر من حق الدفاع عن نفسه الآن إسرائيل قد يعتقد البعض بأنها بعد مرور 26 يوم على هذا النزاع لا تذهب فقط هي لإيقاف الحرب أرى رام هناك دعوات كثيرة جاءت لإيقاف الحرب لتحقيق هدنة هناك دعوات عربية كان بالأردن بالأمس استصدر قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم المجموعة العربية بأنه دعوة لإمكانية وقف الحرب ومن التالي هدنة والعودة إلى طاولة الحوار وتبادل الأسرة كانت هنا هذه الدعوات أيضا هناك دعوات دولية أيضا هناك حجم الرأي العام العربي الأردني والعربي والأوروبي وحتى الأمريكي في هذا اليوم هناك ضغوطات على المنظومات السياسية في هذا الدول لإيقاف الحرب لكن إسرائيل واضح بأنها تستخدم عن جهية زائدة ترفض كل السيناريوات ترفض كل الطروحات لإيقاف الحرب وهي تنظر الآن بأنه لا يمكن العودة خطوة إلى الوراء وتجد بأنه بزيادة التدمير بزيادة التهجير بزيادة القتل قد تصل إلى تحقيق بأنه المجتمع الغزي يضغط باتجاه على حماس أو أن حماس لا تستطيع كمقاومة الاستمرار في ذلك نعم دكتور إبراهيم حقيقة هل تجد بأنه اليوم هذه الحرب على غزة بكل تداعياتها قد خلطت الأوراق ليس في المنطقة فحسب بل حتى يعني في الدول العالمي أجمع بالأمس اللي كنا نشوفه أنه في مدينة ليفربول وفي محطات القطارات توقفت الحياة تماما المظاهرات في لندن المظاهرات في نيويورك في باريس دول توقف حقيقة العلاقات الدبلوماسية كما تحدثنا عن بوليفيا وغيرها من الدول يعني هناك تغير في قواعد الاشتباك على الأقل ما بين هذه الدول دبلوماسيا ما بين مواطني هذه الدول ومواقفها السياسية يعني دعني أوضح نقطة في غاية الأهمية الفرضية الأمنية الإسرائيلية لا تقوم بالعادة على الاعتبارات ماذا يحصل في العالم أو ردات الفعل نعم إسرائيل تريد من خلال هذه الحملة أهدافا سياسية كبرى ولا تتوقع أنه الآن إحنا منذ الحرب العالمية الثانية حتى هذا اليوم لم يشتمف في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر حجم هذه القطع العسكرية الموجودة إحنا نلاحب ما يقارب اليوم يوجد لدينا ما يقارب خمسين قطعة عسكرية موجودة بين بارجة وحاملة طائرات وفرقاطات طبعا من مختلف القوة حتى الصين أرسلت ست قطع عسكرية من ضمنها مدمرات إلى جانب ما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الفرضية التي تعتمد عليها إسرائيل الآن والتي تسوقها للعالم بأنها ضحية وحقيقة تتوسع المشهد يعني الآن بالأمس مثلا إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل إنجاز التعبير الكيان الإسرائيلي إنجاز التعبير الآن هي تستثمر هذه الأدوات لإظهار الصورة أمام العالم وأمام الرأي العام الأمريكي على وجه التحديد والأوروب أيضا بأنها تتعرض إلى هجوم من أكثر من جهة ومن تنظيمات إرهابية كما تصنفها ومن تنظيمات تسعى لتدمير إسرائيل فالصورة التي تستثمرها إسرائيل هي مبنية على الفرضية الأمنية الإسرائيلية بأن إسرائيل تتعرض إلى هجوم وأن هذا الهجوم سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالكيان الإسرائيلي حتماً الولايات المتحدة الأمريكية ليس كما يجد البعض بأنها جاءت لدعم إسرائيل هي تخشى بالضرورة على انهزام الجيش الإسرائيلي وخصوصاً بعد عملية 7 أكتوبر والرغم أن لدينا الآن بعض التحليلات المختلفة على هذه العملية وإن كنا نعتز بدور المقاومة بتحرير الأرض لكن هناك ملاحظات أو ربما سيناريوهات كثيرة الآن أجريناها دراسة على مشهد يوم 7 أكتوبر الآن حجم القتل سيدي حجم التدمير حجم العنجهية الإسرائيلية عدم احترام القوانين الدولية عدم احترام القرارات الصادرة على الجميع العامة للأمم المتحدة هي التي دفعت إلى تغير الرأي العام العالمي الآن قبل فترة نشر مقال في نيويورك تايمز لصحفي أمريكي شهير توماس فريدرين توماس فريدمن كان من أروع المقالات التي كتبها في هذه الفترة تحدث عن أعداء إسرائيل في المرحلة القادمة وتحدث عن خمس أو ستة أعداء تحدث عن الأعداء التقليديين حماس وحزب الله وربما الحوثيين والأعداء التقليديين لكن ذكر اثنين من الأعداء الجدد صحيح واحد منهم وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل الحقائق فالعالم الآن تغير موقفه والرأي العالمي تغير موقفه بما تم نقل له باستثمار وسائل التواصل الاجتماعي أيضا العدو الآخر اللي هو الجبهة الداخلية لدى إسرائيل هناك حالة من الاحتجاجات القوية ربما القوى العربية ليست مستثمرة لحتى هذه اللحظة ماذا يحدث داخل إسرائيل داخل إسرائيل هناك احتجاجات كبيرة هناك انقسام حكومة من يمين نتنيا وتتعرض إلى انهيار سياسي يحاول أن يحقق نصرا بأي شكل من الأشكال داخل قطاع غزة حتى يوصل الاعتبارات السياسية للجمهور أو الرأي العام الإسرائيلي للمحافظة على حكومته وهذا ما دفعه حقيقة منذ بداية النزاع إلى تشكيل حكومة حرب وطنية أو قومية إسرائيلية واستطاع التنسيق مع كل قوى لإتلاف المعارض معه حتى يتحملوا في المستقبل نتائج هذه الحرب ولا يتحملها بنفسه ولا يتحمل ما ترتب على عملية 7 أكتوبر نعم طيب دكتور إبراهيم نتحدث حقيقة عن الشرر المتطاير وحضرتك يعني بتقول أنه اليوم الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية لا تعتمد على أنه شوفيه بالرأي العام العالمي ولكن بالمحصلة الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن نيويورك تايمز وقد أشرت لها حضرتك يعني بتكتب عنوان أنه بايدن في أزمة اليوم دافعي الضرائد سواء في المملكة المتحدة بريطانيا أو إلا في الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء أيضا يضغطون باتجاه قادتهم سياستهم وأمامنا انتخابات في 2024 للولايات المتحدة الأمريكية كيف يظلوا مؤثرين اليوم على قادتهم يعني هي جزء من الأهداف السياسية للحملة العسكرية الإسرائيلية أن هناك أوراق انتخابية سواء أوراق انتخابية أمام الحكومة الإسرائيلية أو أوراق انتخابية أمام الحكومة الأمريكية وجزء من الرأي العام العالمي أو جزء من الرأي على وجه التحديد الأمريكي يؤيد ما تقوم به الولايات المتحدة ويرفض حتى إيقاف الحرب بالمقابل هناك رأي عام تشكل من حجم المناظر البشعة التي نرى في غزة تشكل بأنه ضرورة إيقاف الحرب ويتحدث عن هدنة إنسانية لكن بالمقابل منذ البداية الحرب الولايات المتحدة الأمريكية صنفت حماس وهي منذ فترة طويلة لكن هي أكدت هذه المرة بأنها منظمة إرهابية بأنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن لا يعود دون التخلص من هذه المقاومة ودون تصفية هذه المقاومة حتما الآن هناك سيناريوهات كثيرة أمام الإسرائيليين ويعني ربما اسمح لي أن أعطيك ثلاثة سيناريوهات كيف يفكر العقل الإسرائيلي الآن إسرائيل أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية سيدي السيناريو الأول إعادة السيطرة على القطاع السيناريو الثاني إعادة احتلال القطاع والسيناريو الثالث أنا ما توصلت له من بعض التقارير ودراسات بأن هناك سيناريو التفاوض الأفضل وهو الذي سيأتي فيما بعد خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه بسبب الضغوطات الدولية التي حضرتك تحدثت عنها بوجود بعض الدول قطعت علاقتها الدبلوماسية وهي دول أمريكا اللاتينية على وجه التحديد بمعنى أن هذا السيناريو سيأتي كمحصلة لهدنة إنسانية قد تقع بعد تقديري بعد عشر أيام من هذا اليوم تقريبا لكن الآن السيناريو الأول سيناريو إعادة السيطرة وهذا الهدف السياسي لإسرائيل وهو إعادة السيطرة على شمال غزة ومن ثم إعادة تحويلها بحجة القضاء على المقاومة إعادة تحويلها إلى منطقة أمنية معزولة بدليل مبارح التواغلات الإسرائيلية وأول أمس التواغلات الإسرائيلية وصلت إلى شارع صلاح الدين وهو الشريان الرئيسي الذي يفصل شمال قطاع غزة عن الجنوب فهي تريد من إعادة السيطرة فقط على منطقة شمال غزة وتسعى من هذه الضربات اللي إحنا بنشوفها تهجير أكبر عدد من سكان القطاع الآن إحنا بسكان شمال القطاع سيدي لدينا ما يقارب مليون ومئة ألف نسمة حتى اليوم تقريبا نزح أو هجر منهم نزح ما يقارب أربعمائة ألف تقريبا فنتحدث عن نسبة بدأت تتزايد مع حجم الضربات وحجم المجازر اللي إحنا بنشوفها أما السيناريو الثاني وهو سيناريو إعادة الاحتلال لقطاع وهذا السيناريو مكلف جدا سيدي على إسرائيل وحجم الحشود العسكرية اللي إحنا بنشوفها الإسرائيلية غير قادرة على إعادة احتلال القطاع فبالتالي هي إسرائيل حتى نكون متأكدين بأنها لن تذهب إلى هدف عسكري بإعادة احتلال القطاع هي تذهب لإعادة السيطرة على القطاع وفقط على شمال القطاع لتدفع أكبر عدد ممكن من سكان القطاع بالذهاب إلى الجنوب ثم تنفجر قنبلة سكانية في الجنوب تنفجر باتجاه الحدود المصرية يواجي ذلك الآن وهنا الخطورة اللي دائما في الأردن إحنا نتحدث عنها بأنه يواجي ذلك الآن في الضفة وسيدي بجزء الإعلام ما بيغطيها كثير لأنه إحنا بنركزين أكثر في إعلامنا على حجم المجازر في غزة هناك تطهير عرقي أيضا في الضفة الغربية منذ أيام دخل الجيش الإسرائيلي إلى مخيم جنين وعمل إبادة جماعية وحذر السكان من ضرورة المغادرة وأيضا في طول كرم وأيضا هناك أكثر من عملية تطهير عرقي حتى داخل الضفة هذا قد يدفع أيضا الفلسطينيين إلى ترانسفير قصري باتجاه الحدود الأردنية هنا الخطورة التي تكمن في الأهداف السياسية التي نتحدث عنها للحملة العسكرية الإسرائيلية أكبر من حجم الأهداف العسكرية التي هم دائما يتحدثوا عنها الآن الهدف الأخير السيناريو الأخير وهو السيناريو التفاوض الأفضل قبل أن أنتقل للسيناريو الأخير سيناريو إعادة الاحتلال قديش يعني احتماليته؟ يعني بالتقديرات الإسرائيلية غير موجود في هذه الحالة إلا في احتمال واحد إذا توسعت جبهة الحرب توسعت مساحة الحرب على اعتبار دخل حزب الله تمكن الحثيين من إيصال صواريخ وإن كان إلي يعني تفكير مآخذ على هذا الموضوع يعني لدي علامات استفهام على هذا الموضوع إذا توسعت دائرة الحرب هناك تخوف أيضا من غرب العراق في الهان الآن أكبر تقدير خطير لدى الإسرائيليين هو التخوف من غرب العراق وإن في الأردن عشان هيك دائما حذيرين من النظرة الشمولية حتى عن جلالة الملك يعني في أكثر من مرة عندما يتحدث عن الوضع أنه فلسطين والقضية الفلسطينية هي مفتاح الحل والأمن في المنطقة نعم صحيح؟ نعم ولذلك النظرة الشمولية كمان شفناها في خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة ما قبل 7 أكتوبر يوم 28 سبتمبر كان جلالة الملك على منبر الأمم المتحدة وعم بيحذر من هذا الشيء دائما جلالة الملك ودائما سياسة الخارجية كانت تركز أن هناك مخاطر كبيرة ستترتب في المنطقة على سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف اللي بنحصده اليوم إحنا اللي كنا نحذر منه منذ أشهر صحيح والآن الحديث الآن سيدي هو ما بعد غزة نعم وما بعد حماس يعني الحديث الآن ما عد يتحدث عن هذه السيناريوهات سيناريو التفاوض الأفضل السيناريو الثالث نعم وهو الذي يمكن أن يكون ضغوط والآن بسبب الضغط على الحكومة الأمريكية هناك أمريكيين يعني حجم كبير أو عدد كبير الآن بضغط على الحكومة الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية بعدم تمويل حرب في الشرق الأوسط الآن هناك ضغوط بضرورة إيقاف الحرب وهناك هدنة إنسانية وهناك تبادل للأسرة وتقديري بأن الخميس اللي فات سيدي كان هناك تفاوضا غير مباشر من خلال دولة عربية تساندها بوساطة دولة عربية الأخرى للوصول إلى يعني كانت الشروط بالتفاوض هي القاسية فحماس كانت تشترط ما يعرف بتبييد السجون الإسرائيلية من 1600 سجين فلسطيني بالمقابل للإفراج عن كل الأسرة المدنيين والعسكريين والجنسيات الأخرى الموجودين داخل غزة لكن إسرائيل رفضت هذا الطرح وهذا ما سبب مزيد من العنجهية الإسرائيلية والتدمير اللي إحنا بنشوفه في الوقت الحاضر نعم حضرتك يعني عرضت لهذه الثلاث سيناريوهات لكن ربما إذا تقاطعنا مع تقاطع سيناريو إعادة السيطرة وإعادة الاحتلال كيف سيكون شكل إدارة القطاع هذه المرحلة اللي الآن إحنا يعني يتم دراستها وهي مرحلة ما بعد الحرب أو مرحلة ما بعد غزة وهناك سيناريو بس إحنا بالعادة سيدي لما نجلس ونحكي تحليل استراتيجي أرجو المشاهد ما يأخذ أننا نتبنى السياسة الإسرائيلية نتحدث بعين مجرم حتى لو كان الموضوع يتعلق في بلدي الأردن أتحدث بعين مجردة هناك سيدي السيناريو ما بعد الحرب السيناريو ما بعد غزة وسيناريو ما بعد حماس هناك ثلاث سيناريوهات سيناريو ما بعد حماس لا نريد أن ندخل فيه الآن لأنه الرأي العام الآن يتحدث عن دعم المقاومة والوقوف أمام المقاومة وهذا إحنا ما ندعم الآن فإعفيني من أن ندخل سيناريو ما بعد حماس نتحدث في سيناريو ما بعد غزة السيناريو ما بعد غزة الوصول إلى هدنة إيقاف الحرب إيصال المساعدات الآن الشرط القاسي بين كفة رهائن الأسرى الإسرائيليين مدنيين وعسكريين مقابل تبيض السجون لدى الإسرائيليين من الفلسطينيين هذه معادلة دقيقة سيدي الآن إذا إجينا حسبناها إذا اعتبرنا أن إسرائيل قد توافق قد توافق وأنا أستبعد ذلك قد توافق على إخلاء السبيل 1600 فلسطيني من الأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل مقابل فكرها أن الإسرائيليين مدنيين وعسكريين والجنسيات الأخرى إحنا نتحدث عن 1600 إذا كان هذا الهدف من وراء العملية كاملة لوصول إلى تبيض السجون الإسرائيلية فأعتقد تكلفة الحرب في غزة كانت مرتفعة جدا لدينا 8000 شهيد لدينا 3000 مفقودين تحت الأنقاض حتى اليوم لدينا أكثر من 25 ما بين جريح مصاب إصابة جزئية أو كلية خسائر مادية أيضا تجاوزت 11 مليار بالأمس كانت تكثيرات سيدي إذا أردنا أن نقوم بعملية مقاومة أو عملية أسكرية يجب أن نركز مدى تكلفة الحرب في النهاية من يدفع الثمن هم المدنيين وإن كنا نتحدث عن حركة التحرر عن مقاومة ونحن مع فلسطين وأجداد مقاتلوا بفلسطين والجيش الأردني قاتلوا بفلسطين ونتحدث بعين مجردة الآن سيناريو إذا وصلنا إلى الهدنة سيدي سيتم الحديث عن سيناريو محاولة إدماج تحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة معزولة من قبل إسرائيل فتحولها إلى منطقة أمنية كاملة أو أن نذهب إلى التفاوض المباشر والتفاوض الأفضل وأعتقد بأن هذا سيكون من المحاور المطروحة في قمة 11-11 التي ستوقد في الرياض وهو الآن لماذا لا تعود السلطة الفلسطينية أو تعود هناك سلطة شرعية إلى قطاع غزة أو سلطة تستطيع إعادة البناء وإعادة الإعمار وأن تندمج التنظيمات الأخرى في عملية سياسية كما كان في 2006 وال2016 الرغم ألغية الانتخابات الفلسطينية الماضية لكن كانت حركات المقاومة جزء من العملية السياسية الفلسطينية آن ذات وثاني شيء الآن سيدي وأنا تقديري من السنواريوهات المطروحة بـ 11-11 القمة العربية التي ستتحدث في الرياض هو ضرورة معالجة أكبر تحدي للقضية الفلسطينية وأكبر تحدي بتقدير القضية الفلسطينية هو تحدي واحد نعم ليس الإسرائيليين وليس الأردنيين وليس العرب هو قضية الإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لا بد من مصالحة هناك يجب أن يتبنى وأعتقد تقديري بأنه في الأردن هنا يعني يجب أن نتبنى حل مشكلة الإنقسام الفلسطيني الفلسطيني بدعم من الإجماع العربي وبطرح هذه الورقة بشكل مباشر على قمة 11-11 في الرياض القادمة والحديث بأنه يجب أن ننتهي لأنه كل طرف فلسطيني من القوى السياسية يعني سيدي دعنا نخرج بالقيادات السياسية الفلسطينية من هذا النزق الذي نعيشه هذا يقول أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وحماس تقول أن السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني والمبادرة الفلسطينية لا تمثل الشعب فهذا يمثل 20% وهذا 8% أعتقد أن الإنسان الفلسطيني وصل إلى مرحلة متعبة جدا وبحاجة إلى قيادة شرعية سياسية موحدة قبل أن يعوف كل هذه القيادات تجتمع هذه القيادات نعم وثم نتحول إلى سلطة تمارس عاملا سياسيا فإما أن تتخذ سبيل السلام فيجتمع فالتالي القوى الدولية والقوى تضغط على قوى إقليمية وعلى إسرائيل للخروج بمخرجات السلام جديدة أو أن تتجه للمخرجات الأصعب وهي الترانسفير وأعتقد أنه إحنا بالأردن أول من صعد الخطاب السياسي بأنه إذا كنا أمام حالة الترانسفير قصري على حدودنا أو على حدود مصر سيكون هناك إعلان حرب بمعنى سيكون إحنا في الدولة الوردنية نتدرج بالأدوات التي تستخدم للتعامل مع هذا الصراع القائم وهذه الحرب القائمة لكن إذا وضعت الأمور بحزم وأصبح هناك الخيار الأصعب ترانسفير قصري كما تسعى إله إسرائيل فسأعتقد بأنه ستنهار عملية السلام وستنهار الاتفاقيات بشكل تلقائي وسندخل مما كنا نحذر منه وحذر منه جلالة الملك وهو حالة عدم الاستقرار الشامل في الشرق الأوسط لأنه ستكون هناك جبهات أخرى مفتوحة نعم نتابع بالصورة حقيقة أيضا إذا سمحتنا دكتور استمرار واستئناف القصف وحسب ما يصلنا من الصور الآن غزة هي تحت النار وكنا قبل قليل نتحدث إلى الزميلة الإعلامية قولة الخالدي من قلبي غزة وتحدثت عن تجدد القصف ووقوع مجزرة جديدة في جباليا مخيم جباليا منطقة الفالوجة تختلف عن المجزرة أو هي غير المجزرة التي حدثت يوم أمس أريد حقيقة ما بقي من وقت معاك دكتور إبراهيم أن نتحدث حقيقة فيما يتعلق باليوم ما الذي بقي من أهداف لإسرائيل إسرائيل مارست سياسة الأرض المحروقة عزلت الشمال عن الجنوب من خلال شارع صلاح الدين انسحبت قليلا تستغل كل المعابر تستغل الشمال والجنوب تستغل البحر وتحصر الناس كأنهم في قمع اليوم في جنوب القطاع يعني سيدي بنك الأهداف ما بذا بقي يعني الآن بالنسبة لإسرائيل بنك الأهداف هو كما يعني يشار إليه دائما إسرائيليا بأنها تعتمد على معلومات استخباراتي عفوا نعم بتحديد مواقع أهداف تواجد اللي هما قادة حماس أو عناصر القسام فبالتالي هي تقصف كما تدعي بأنه عناصر القسام يتواجدون ضمن مجموعة أو شبكة أنفاق موجودة تحت المنشآت المدنية فتبرل لنفسها القصف اللي شفناه بجباليا نعم ومن ضمن التقارير الإسرائيلية بالأمس أنها تقول بأنها قتلت أو استطاعت اغتيال قادة من حماس موجودين في جباليا بالجمع المجزرة اللي حصلت على تبرل أن أنفاق موجودة تحت هذه المنشآت كما تقول إسرائيل عشان أوضح حتى الناس لا تأخذ علينا دائما مأخذ سلبي وأيضا هناك أهداف الآن تعتمد عليها استخباراتيا قد تسألني سؤال من أين المعلومات الاستخباراتية إذا كان القطاع يعاني من هذه الهجمة سيد المعلومات الاستخباراتية الإسرائيل تسعى لها أحيانا تعتمد وقد تكون أحيانا معلومات تضليلية ليس بالضرورة أن تكون يعني أنه عناصر القسام يقعوا في هذا الشرك لكن قد تكون معلومات تضليلية ببعض عناصر القسام إسرائيل ألقت القبض عليهم أثناء عودتهم يوم 7 أكتوبر ربما بالتحقيقات التي أجريت معهم الاستخباراتية استطاعتهم يحصلوا على بعض معلومات المعلومات المؤكدة لدى إسرائيل بأن شبكة الأنفاق موجودة الآن تحت المستشفيات فعشان من أجل ذلك هي تقوم بتوجيه اندارات للمستشفيات مستشفى القدس مستشفى الشفاء وهو أكبر مستشفى موجود كان يعني يصعب الآن أنك تخليه بأي شكل من الأشكال فالإسرائيل تعتمد في أهدافها سيدتي على المعلومات التي استخباراتي إذا بتلاحظ سيد اليوم الإدارة الأمريكية بتقول أن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية على اعتبار أن الأنفاق موجودة تحت الأرض سيدي إسرائيل لا تقاتل حماس كجيش منظم حماس ليس لديها قواعد عسكرية ليس لديها جيش مشا ليس لديها موقع واضح للقصف هي تقصف في الأماكن المعلوماتية التي تعتقد بأنه أو تصلها معلومات بأنه بتواجد قادة حماس على هذه سيدي يعني حتى ننصف حتى ننصف أنه القدرات الإسرائيلية أو السيناريات الإسرائيلية تذهب بهذا الاتجاه يعني حتى ما يكون هناك ما أخذ أنه دائما نتحدث عن السيناريو الإسرائيلي عن الرؤية الإسرائيلية دعنا نذهب يعني نطلع الصفحة وننتقل إلى المقاومة ماذا يجد للمقاومة لماذا هذا الرعب لدى الإسرائيليين لماذا تقوم إسرائيل بعمليات توغل محدودة كل يوم تدخل إلى 300 كيلو أو إلى 5 كيلو ودخلت إلى شارع صلاح الدين ثم عادت المقاومة أيضا سيدي لديها بنك أهداف لديها بنك أهداف ولديها خطة دفاعية أكبر من الخطة الهجومية حتى بما فيها إعادة الاحتلال والإنزال اللي عم بتتم خلف القوات والآن الأنفاق سيدي الأنفاق والآن الأنفاق وهذه يعني تم التأكد من الأنفاق موجودة بعض كثير من الشبكة الأنفاق موجودة خلف خطوط العدو خلف خطوط الجيش الإسرائيلي بدليل عملية الكوماندز اللي قام فيها نخبة من القسام منذ يومين أو ثلاث قدرات القسام الآن لديها شبكة شبكة كبيرة تستطيع صد الجيش الإسرائيلي بعض المعلومات تشير بأنه حماس تمتلك ثاني أكبر شبكة أنفاق في العالم بعد كوريا الشمالية حماس لديها وهذه معلومات تعطي قوة لرد الفعل والرد السريع لأمام مواجهة الجيش الإسرائيلي حماس لديها ما يقارب 1300 نفق نعم حماس لديها أطول شبكة أنفاق تتجاوز 500 كيلو بعض الأنفاق تصل لأكثر من 70 متر فهذا الذي يرعب الإسرائيليين وهذا الذي يعني يحقق عنصر المفاجأة وعنصر الرد السريع لدى قوات النخبة حماس الآن انتقلت من الردع التقليدي إلى الردع المتقدم تستخدم أسلحة موجهة تستخدم مضادات للدروح والآن إذا تمكنت حماس من الحصول على مضادات للطيران ستتغير المعادلة ب7 أكتوبر سيدي حماس عولت على عدد من الجبهات وهذا الذي أضعف الآن قدرة غزة على المقاومة من أهم هذه الجبهات جبهة الضفة الغربية كانت متوقعة أن تكون هناك جبهة لكن للأسف سناد على الأقل لم يكن لهذه الجبهة أي دور نهائيا اعتمدت على العرب الداخل أيضا لم يكن هناك دور دور الشمال الكيان حزب الله حزب الله سيبقى في مناوشات لا تتجاوز سقف محدد أو سقف منظم يعني لا نتوقع أن تدخل الحرب نهائيا ما يقوم به الحثيين الآن سيؤدي إلى توسيع دائرة الحرب لكن الحثيين عم بيطلعوا بيحكوا بالمكتب الإعلام والسياسي أنه إحنا بنا نرسل صواريخ عليكم بننسل طائرات مسيرة عليكم يعني تقديري بأن النزاع متوجه الحرب متوجهة إلى اتساع الرقعة ويجب أن نستعجل السيناريوهات الأكبر من ذلك إن شاء الله يا سيدي لعلها تكون سيناريوهات انفراجة على أهلنا وأشقائنا في غزة وفي فلسطين على أية حال شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم عيسى العبادي الخبير الاستراتيجي والأمني رئيس المركز الوطني للقيادة والتنمية شكرا جزيلا لك يا سيدي وهذه التغطية مشاهدين الكرام ما تزال مستمرة معكم عبر شاشة التلفزيون الأردني ابقوا معنا بعد نشرة أخبار الساعة الثالثة نعود لكم من خلال لانا العطيات وزوايا مختلفة لهذه التغطية